اشتركوا في القناة بدي فول مارك لتنام بين القبور ولا تشوف مرمات وحشة وحشة لازم تاخدها نيجي على تطبيقات عملية للخلية الغلفانية من هاي التطبيقات العملية اللي هي البطاريات تمام؟ بطاريات هاي اشكالها اكيد مرت عليك حيث تعد البطاريات من التطبيقات العملية المهمة للخلية الغلفانية اذ يحدث فيها تفاعلات تأكسد واختزال تلقائية بالبطارية اكيد بما انها عبارة عن تطبيق عملي مهم عن الخلية الغلفانية اذا يحدث فيها تفاعلات تأكسد واختزال تلقائي ستتحول الطاقة فيها من كيميائية الى كهربائية حيث ايضا تختلف البطاريات فيما بينها فيه واحد مكوناتها مكونات البطاريات طبعا بتختلف يعني اختلاف البطاريات واحد في مكوناتها اثنين تختلف تفاعلات التأكسد والاختزال الحاصلة داخل هاي البطارية والتي تؤدي الى تولد الطاقة الكهربائية هذا بشكل عام عن البطاريات حيث هناك انواع مختلفة من البطاريات منها البطاريات الاولية التي تستخدم مرة واحدة ولا يمكن اعادة شحنها بطارية اولية تستخدم مرة واحدة مثل البطاريات الجافة بطاريات الجافة القلوية بطارية الريموت تمام؟ بطاريات الاجهزة الكهربائية الصغيرة اجمالا هاي كلياتها عبارة عن بطاريات أولية تستخدم لمرة واحدة ولا يمكن إعادة شحنها أما النوع الثاني اللي هي البطاريات الثانوية واللي مركز عليها بالإكتاب عنا هي قابلة لإعادة الشحن يعني تستخدم أكثر من مرة مثل بطاريات التخزين اللي هي مثال عليها المركم الرصاصي أو بطارية الرصاص الحمضية النوع الثاني بطارية آيون الليثيوم قبل ما أحكي عنهم بشكل تفصيلي قلتلك هنا بشكل ملخص أنواع البطاريات أولية ثانوية الأولية تستخدم مرة واحدة لا يمكن شحنها الثانوية قابلة لإعادة الشحن البطاريات الأولية مثل الجافة والجافة القلوية الثانوية مثل بطاريات التخزين المثال عليها المركم الرصاصي أو بطارية الرصاص الحمضية وبطارية الليثيوم تمام تمام حسا أنا بدي أحكي عن البطاريات الثانوية المثال عليها بطارية الرصاص الحمضية تعال نشوف من إيش بتتكون تعد بطارية الرصاص الحمضية مثالا على البطاريات الثانوية أوكي أي يمكن إعادة شحنها تمام تتكون من إيش ست خلايا غلفانية إذن بالبداية هي تتكون من إيش ست خلايا تتكون من ست خلايا غلفانية هيا تمام هاي بطارية الرصاص الحمضية أوكي أوكي وتتكون من ست خلايا غلفانية كل خلية تتكون من إيش من ألواح من الرصاص فيها المصعب وألواح من الرصاص المغلف بأكسيد الرصاص بي بي أو 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 ده في خلية غلفانية اذا في مصعد وفي مهبط هون ست خلايا غلفانية كل خلية واحدة بتمثل البي بي يمثل المصعد والبي بي او تو يمثل ايش المهبط تمام 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 حيث يتم ترتيب هذه الاقطاب او الخلايا بوعاء بلاستيك مقوى بطريقة متبادلة تفصل بينها وما صفائح عازلة الخلايا الغلفانية يتم ترتيبها بطريقة متبادلة تمام يعني مصعد مهبط تمام مصعد مهبط جنب المهبط شو بكون مصعده بعدين مهبط وطريقة تبادلية اوكي ويفصل بينها الصفائح عازلة وتغمر في محلول حمض الكبريتيك الذي كثافته قديش 1.280 جرام لكل سنتيمتر مكعب تغمر هذه الخلايا الغلفانية الستة في محلول حمض الكبريتيك اللي كثافته 1.28 بلمية جرام لكل سنتيمتر مكعب وتوصل ببعضها على التوالي هذه الخلايا الغلفانية الستة توصل ببعضها على التوالي تمام طبعا كثافة حمض الكبريتيك دلالة على كفاءة البطالية رح نحكي عنها كمان شوي يتم إيصالها على التوالي كما يوضح الشكل تسعة أما بالنسبة للتفاعلات التي تحدث فيها فهي شو تفاعل المصعد أنا بيع يعني إذا أنك بدكاش تحفظها بشكل كامل هيك بدك تمسك المصعد بي بي وتحفظ قباله بي بي أس أو فور بس بدك أيضا حمض الكبريتيك اللي هو أتش تو أس أو فور أعطيني الأيون منه أتش أس أو فور مايوس وبإمكانك توازن موازنة طبيعية حبة بي بي حبة بي حبة أس حبة أس أربعة أو أربعة أو حبة أتش بضيف أتش بلس موجب واحد وسالب واحد الفرق مين هم تواليكترون هذا نصب تفاعل التأكسد على المصعد تمام؟ هايو البي بي هو اللي تأكسد أكيد بس موجود وين؟ في حند الكبريتيك بأخذ منه الأيون بعد منح أتش بلس بي 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 بأخذ بلس أتش أس أو فور مايوس حده يصير أكيد يعني تطلع في نصف تفاعل التأكسد ونصف تفاعل الاختزال إيش أعطاني؟ أعطاني بي بي أس أو فور تمام؟ ما تنساش الأتش أس أو فور مايوس اللي موجودة أيضا في التفاعل بجهة المواد المتفاعلة أعطيني بي 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 حبة أس حبة أس أربعة أو عندي هون إيش ستة أو ضيف تو أتش تو أو صفة عندي أربعة أتش بلس عندك حبة أتش بلس ضيف ثلاثة أتش بلس موجب ثلاثة وسالب واحد موجب اتنين وهون صفر بضيف تو ألكترون هذا نصف تفاعل الاختزال عند المهبط شو؟ بدك تفوت ضامن الميتين ومش خايف من إنه يجيك سؤال على هذا الحكي لأنه هاي بأسئلة الفصل جايب عليها أسئلة بدك تحفظ نصف تفاعل التأكسد ونصف تفاعل الاختزال بعد ما تشطب الإلكترونات طبعا افهمها أو احفظها اللي بدك ايت بتوصل للتفاعل للكلي لما أشطب 2 إلكترون مع 2 إلكترون بتنزل B PV P B O 2 H SO4 مع H SO4 مع H SO4 مع me plus إيش هون أيضا تنساش H plus مع 3 H plus إيش أعطاني 2 H plus بتنزل 2 H plus بالمقابل شو؟ أعطيك هون. بي بي اس او فور مع بي بي اس او فور. تو بي بي اس او فور uh To Utz Internal Ciudadley ها ده التفاعل كلي. لعيش! لبطارية الرصاص او المركم الرصاصي او بطارية الرصاص الحمضية ليش؟ لأنها الخلايا الغلفانية الستة مغموسة في حمض الكبريتيك. حيث بأن جهد الخلية الواحدة مما يساوي? 2 فاولت تقريبا. كل خلية بتساوي 2 فاولت. أنا عندي 6 خلايا يعني البطارية اجمالها ما تعطيني فرق جهد قيمته 12 بول هاي رسمة توضيحية لبطارية الرصاص الحمضية اللي هي أستاذ بطارية ايش بطارية السيارات بطارية الرصاص الحمضية اللي هي بطارية السيارات حيث أنه يلاحظ ركز معي من المعادلات الكيميائية اللي أخذناها قبل شوي أن حمض الكبريتيك يستهلك نتيجة استخدام البطارية لأنه من المواد المتفائلة بتصير عليه عملية ايش عملية استهلاك تمام مما يؤدي إلى نقصان كثافته كثافته 1.28% جرام لكل سنتيمتر مكعب نتأكد 1.28 جرام لكل سنتيمتر مكعب هسه مع استهلاك حمض الكبريتيك رح يؤدي إلى نقصان كثافته لذلك يمكن مراقبة كفائة البطارية من خلال ايش؟ قياس كثافة حمضها فكلما كان كثافة الحمض أقل من 1.28 جرام لكل سنتيمتر مكعب رح تكون كفائتها أقل ومستهلكة أكثر وبالتالي يعني كفائتها بتكون مش 100% طب أستاذ فيه اشي اسمه عملية شحن البطارية مش أنت قلت يا أستاذ البطاريات الثانوية يمكن شحنها طب أنا بحكي عن المركب الرصاصي اللي هي بطارية الرصاص الحمضية بطارية ثانوية إذن يمكن شحنها تبع معي باختصار بديك تعرف بالنسبة لإعادة شحن البطارية يتم شحنها بواسط التيار كهربائي يعني بوصلها بتيار كهربائي هذا واحد اثنين عند شحنها يتم عكس تفاعل التأكسد والاختزال وبالتالي عكس التفاعل كلي يعني خلال عملية الشحن بدك تعكس هذا نصف تفاعل التأكسد تمام اعكسه شو بصير هاي بي بي أس أو فور بلس أتش بلس بلس تو إلكترون شو بده يعطينا بده يعطينا بي بي بلس أتش أس أو فور مائنس تمام 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 عكس للثاني هاي بي بي أس أو فور بلس تو أتش تو أو شو بده يعطينا ضيعتين بي بي أو تو بلس ثري أتش بلس بلس أتش أس أو فور ماينس بلس تو إلكترون هذا نصف تفاعل الاختزال تمام وهذا نصف تفاعل إيش بس التأكسد خلال خلال عملية الشحن تمام خلال عملية الشحن هو هيك ما عطينا بالكتاب عند شحن البطارية بواسط الطيار الكهربائي يجري عكس تفاعلية التأكسد والاختزال ومن ثم التفاعل كلّي للبطارية فهنا التفاعل كلّي شو هيكون هاي التفاعل كلّي شو هيكون اللي هو تو بي بي أس أو فور بلس تو أتش تو أو شو بده يعطينا بده يعطينا بي بي بلس بي بي أو تو بلس تو أتش بلس بلس تو أتش أس أو 4- هذا التفاعل الكل التفاعل الكل عند الشحن البطارية انتبه لأنه في سؤال بيحكيلي ما هو التفاعل الكل اللي الحاصل على بطارية النحاس الحمضية أثناء شحن البطارية هاي طيب ممكن رسالي عن التأكسد أو الاختزال هاي دك تعكس تمام هذا بصير تفاعل اختزال وهذا بصير تأكسد حيث أنه في السيارات تجري عملية الشحن بشكل تلقائي بواسطة مولد التيار اللي هو الدينامو المتصل بمحرك السيارة نتيجة حركة تشغيل محرك السيارة بصير عنا توليد الكهرباء عن طريق مين؟ الدينامو ويتراوح أمر البطارية من قديش من 3 إلى 5 سنوات إذ تفقد صلاحيتها نتيجة فقدان جزء من مكوناتها مثل البي بي اس او فور الذي يتكون نتيجة عملتي التأكسد والاختزال التي تحدثان فيها تبع معاي أنا هنا البي بي اس او فور يتكون في التأكسد وفي الاختزال نتيجة فقد جزء منه تفقد البطارية إيش؟ صلاحيتها تمام؟ ونتيجة الحركة المستمرة أيضا للمركبات على الطرق التي تؤدي إلى تساقطه عن ألواح الرصاص تساقط مين؟ تساقط البي بي او تو عن ألواح الرصاص مش أنا عندي الخلايا الغلفانية المكونة لبطارية المركبة من الرصاص ست خلايا الست خلايا تتكون من بي بي يمثل مصعد وبي بي مغلف ببي بي او تو تمام؟ ببي بي او تو بيغلف لي إيش؟ بيغلف لي المهبط هسا تفقد صلاحيتها نتيجة فقدان جزء من كوناتها مثل بي بي او تو الذي يتكون نتيجة عملية التأكسد والاختزال ونتيجة الحركة المستمرة للمركبات أثناء الحركة سيؤدي ذلك إلى تساقطه عن أرواح الرصاص ومن ثم عدم دخوله في التفاعل العكسي أثناء عملية الشحن مش قادر يرجع بالتفاعل العكسي الذي يؤدي إلى إعادة شحن البطارية أهم إشي يؤدي إلى إعادة شحن البطارية اللي هو التفاعل العكسي تمام؟ هيك أنا بكون أخذت أول إشي اللي هي البطاريات مقدمة على البطاريات وفتت على بطارية الرصاص الحمضية سوطلع لنا جزء ثاني اللي هو بطارية الليثيوم شباب برجع بكرر بناتي شبابي الله يرضى عليكم مجبر أخاك لا بطلة شر لابد منه لازم أخذهم حتى أفوت بثقة مية بالمية يعطيكم العكسي حبابي القلب نكمل بنوع الثاني اللي هو بطارية آيوني الليثيوم بطارية آيوني الليثيوم إذن هاي بشكل رئيسي بتعتمد على مين على الليثيوم تعال نشوف تعد بطارية آيوني الليثيوم من أكثر الأنواع البطاريات استخداماً في الوقت الحاضر وقد استخدمت للمرة الأولى عام 1991 أما اليوم فإنها تعد مصدر الطاقة الرئيسي للعديد من وسائل التكنولوجيا من العديد وأدواتها في المجالات المختلفة كما تستخدم في السيارات الكهربائية غير وسائل التكنولوجيا وأدواتها تستخدم في السيارات الكهربائية متسمعش عن سيارة كهربائية بطارية هاليثيوم أيضاً حواسيب الهواتف المحلمولة والعديد من الأجهزة الكهربائية الاستهلاكية الأخرى إذن متواجدة بشكل كبير في حياتنا تمام؟ مثل ما هو موضح فيه الشكل هاي هي بطارية آيوني الليثيوم يعني شبيهة بطارية التليفونات طب مما تتكون بطارية آيوني الليثيوم التفاعلات الكيميائية التي تحدث فيها وما ميزاتها كله هنيحكي فيه كالآتي مكونات بطارية آيوني الليثيوم من عدة خلايا متوصلة ببعضها عدة خلايا تتكون كل منها من ثلاث مكونات كل خلية تتكون أكيد من مصعد مهبط تمام؟ بالإضافة إلى إيش؟ إلى المحلول المحلول الإلكتروليتي إلكتروليتي إلكتروليتي مالها أكد إلكتروليتي تمام؟ طيب تعالوا نشوف المصعد أو القطب السالب بتكون عدة من إيش؟ من الجرافي كربون تمام؟ الذي يتميز بقدرته على تخزين أو استيعاب درات الليثيوم وآيوناته دون التأثير فيها يعني بخزن بيستوعب درات الليثيوم وآيوناتها دون أن يؤثر عليها تمام؟ تمام إذن هذا المصعد إنه هو غرافيت له قدرة كبيرة على تخزين واستيعاب آيونات الليثيوم أو ذراته المهبط يتكون من بلورات لأكسيد عنصر انتقالي تمام؟ مثل أكسيد الكبل CO أوتو الذي يمكن أيضا تخزين أو استيعاب آيونات الليثيوم مثل الغرافيت انظروا الشكل 11 تابع معي هون هاي المصعد غرافيت وليثيوم وهون المهبط اللي هو عبارة عن إيش؟ أكسيد السي أو أوتو مع الليثيوم إذن هون عندي المصعد وهون المهبط هون التأكسيد هون الاختزال مثل ما هو واضح بالرسم تابع معي تمام؟ إذن أنا مبدعيا عرفت المصعد وعرفت المهبط من الشكل طب شو هو المحتلول الإلكتروليتي؟ يتكون من محلول لا مائي يعني ما في مي لأحد أملاح الليثيوم يعني أنا عندي بالبداية أحد أملاح الليثيوم تمام؟ هسا أملاح الليثيوم هاي ومذيب عضوي يذوب في الملح يعني أنا مدام لا مائي ما بدي مائي إذن بدي مذيب عضوي من هذا المذيب العضوي؟ لازم ملح الليثيوم يذوب في مذيب عضوي تمام؟ وعادة يستخدم ال-I-BF6 مذابا وين؟ في محلول كربونات الإثيلين CH2 CH2 CO3 هذا هو إيش؟ المذيب العضوي لمين؟ لملح الليثيوم تمام؟ وتولد خلايا الليثيوم الكهرباء من خلال التفاعل التأكسد والاختزال إذن أنا عندي هاي مصعد اللي هو جرافيت مجمع عليه إيش؟ نسبة عالية من الليثيوم كذرات تمام؟ تمام؟ وهون أيضاً عنا إحدى أكاسيد العناصر الامتقالية أكسيد الكابلت مع الليثيوم إذن هاي المصعد وهاي المهبط هون شو فيه محلول إلكتراليتي اللي هو الإلكتراليتي اللا مائي اللي هو بتكون من أملاح L-I مذابة في مذيب عضوي هذا المذيب العضوي اللي هو L-I-BF6 مذابة في كربونات الإثيلين تمام؟ شو وظيفته؟ شو بيعمل هساً بنحكي؟ هساً بالبداية شو اللي بصير؟ هون أنا عند المصعد ال-L-I بدها تتأكسد وتعطيني L-I بلس 2 بلس 1 بلس 1 إلكترون هساً تبع الأيونات السالبة هاي اتجاه الإلكترونات طبعاً هون على اليمين في عنا رقاقة نفحاس وعلى اليسار رقاقة ألمنيوم حتى تكون إيش وسيلة لانتقال التيار الكهربائي من إلى تمام؟ تمام التمام إلكترونات لما تأكسدت ال-L-I الإلكترونات عبر رقاقة النحاس تلعب تمام؟ وال-L-I وين؟ شو ال-L-I الأيونات هايها تتحرك تتحرك عبر الفاصل المسامي زي السفنج تتحرك باتجاه مين؟ من المصعد باتجاه مين؟ باتجاه المهبط تمام؟ تعال نشوف شو صار إذن بالبداية بصير عنا نصف تفاعل تأكسد هاي على الآي بعطينا L-I بلس بلس 1 إلكترون ونصف تفاعل اختزال ال-L-I بلس اللي إجت وين هايها؟ على المهبط رح تتفاعل مع مين؟ مع COO2 أكسيد الكابل تمام؟ حتى تعطينا ال-I COO2 هذا في نصف تفاعل الاختزال ال-I اتحدى ال-I COO2 يعطيك العافل ونصف تفاعل الاختزال بجمع أنصف التفاعل رح يعطينا ما يلي تمام؟ طبعا ال-I مع ال-I راحل إلكترون مع إلكترون راحل شو بيضل ال-I بلس CO CO2 إيش هيعطينا؟ ال-I COO2 اللي هو التفاعل كل اللي إي نوت السيلفي 3.4 تعال نشوف شو صار حيث تتعكس ذرات الليثيوم عند المصعد متحولة إلى آيونات الليثيوم حكيناها تنتقل عبر المحلول ال-Electrolyt باتجاه مين؟ المهبط هاي الآيونات مش عطاني آيونات هايها اللي باللون الأحمر تنتقل عبر المحلول ال-Electrolyt إلى المين؟ إلى المهبط تمام؟ تمام التمام بينما تتحرك الإلكترونات عبر الدارة الخارجية من المصعد إلى المهبط هاي الإلكترونات هاي تتحرك من المصعد إلى المهبط تمام؟ عبر الدارة الخارجية حيث تختزي الآيونات الكابلت من ال-CO4 في أكسيد الكابلت بصير لها اختزال CO4 شو صارت؟ CO plus 3 تمام؟ إلى CO plus 3 في ال-ICO O2 مش تحول أكسيد الكابلت من COO2 إلى ال-ICO وبالتالي صار عندنا عملية اختزال للكابلت تمام؟ وهي عملية ينعكس مسارها خلال شحر البطارية سيبني من شحر البطارية إذن أنا هون صار عندي تأكسد لل-I واختزال واختزال لمن؟ لل-CO كانت بلاس 4 صارت CO plus 3 بلاس 1 إلكترون كانت CO plus 4 لما كانت CO مع ال-O2 أكسيد الكابلت وصارت بلاس 3 لما صارت ال-CO O2 مندمجة مع مين؟ مع ال-I نتيجة لما ال-I يعطاني أيونات ال-I بلاس 2 اتجهت إلى المهبط أما عند شحن البطارية شو بصير؟ بصير العكس يعني أنا مش ال-CO هون COO2 تحولت إلى إيش ال-I COO2 خلال نصف تفاعل الاختزال ولكن عند شحن البطارية رح يصير العكس يتأكسد ال-I COO2 وتتحرك آيونات الليثيوم عبر المحلول الإلكتروليتي باتجاه نصف خلية الجرافيت حيث تختزل تمام؟ يعني هنا أنا خلال الشحن خلال الشحن ال-I COO2 إيش هيعطينا؟ حيتصير له عملية إيش؟ يتأكسد يتأكسد هاي كسلية يتأكسد شو بده يعطينا؟ ال-I بلس بلس C-A C-O O2 بلس ون إلكترون هاي ال-I بلس هون خلال عملية الشحن هاي نصف تفاعل الاختزال لما ال-I بلس راح تلا اكسيد الكابلت اللي هي بالمهبض تمام؟ ولكن خلال عملية الشحن بس بتحكس لي التفاعل حيث بصير لها إيش؟ بصير لها تأكسد تستمد بطارية الليثيوم ميزاتها من أن للليثيوم أقل جهد اختزال معياري للليثيوم وبالتالي هو أقوى عامل مختزل لأنه فوق على اليمين وكذلك فأنه أخف عنصر في لزي حيث أن 6.941 جرام منه كافية لإنتاج 1 مول من الإلكترونات أي أن البطارية خفيفة الوزل بسبب أنه أخف عنصر في لزي لأنه أقل جهد اختزال معياري وأيضا أنه أقل جهد اختزال معياري وأيضا كثافة طاقتها عالية ويمكن إعادة شحنها مئات المرات تمام 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 وانا بعد ما خلصنا بطارية الليثيوم بس بنا نحكي على السريع عن خلايا الواقود هي خلايا جلفانية تنتج الطاقة الكهربائية من تفاعل غازية الأكسجين والهايدروجين وفق المعادلة الآخر هاي ايش خلايا الوقود التفاعل اللي بصير فيها هي وتتميز عن البطاريات بأنها لا تنضب ولا تحتاج إلى شحن وقد استخدمت هذه الخلايا في تزويد المركبات الفضائية بالطاقة لا تنضب يعني لا تنتهي فيه اتش تو فيه اوتو دائما وتستخدمها المستشفيات في توليد الطاقة في حالة انقطاع الطيار الكهربائي اذا هي مصدر مهم اذا حدث انقطاع الطيار الكهربائي خصوصا بالمستشفيات وتستخدم في عدة دول في تشغيل بعض الحافلات والسيارات هيك بنكون خدم تطبيقات الخلايا الغلفانية بطارية البطاريات ان كان بطارية المركم الرصاصي او بطارية الرصاص الحمضية واخدنا بطارية ايون الليفيوم طرفنا عليهم برجع بكرر شر لابد منه بدي ارتاح لازم اخدهم اعطيكم العرش